بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإخواتي الطلبة سندرس الآن نكمل دراستنا في التكامل وسندرس النظرية التالي نظرية طبعا نحن عرفنا التكامل المحدد عرفنا عملية مكاملة بأنها عملية معاكسة لعملية الاشتقاق الآن النظرية تقول إذا كان عندنا تكامل مشتقة الدالة فإن الجواب على هذا التكامل يأكل المشتقة ويطلب معانا فإكس زائد سابت كذلك الأمر الحالة الثانية إذا جاءت عملية الاشتقاق قبل عملية المكاملة فإن مشتقة تكامل فإكس بديكس يساوي إلى فإكس هي من النظريات السهلة وتطبيقاتها لا تطبيقات جمة في المعادلات التفاضلية كما سنرى لاحقا في الفقراء التالي فعلى سبيل المثال إذا جاءنا سؤال حقق النظرية السابقة على الدالة إفل الإكس تساوي إلى إكس تربيع فإنني أأخذ أقول تكامل في الحالة الأولى التكامل لديكس على إكس لإكس تربيع بديكس الآن العملية دائما وأبدا نجري العمليات الداخلية ثم نجري العمليات الخارجية فالعملية الداخلية هي عملية الاشتقاق نجري عملية الاشتقاق أولا فإن مشتقة الإكس تربيع هي 2 إكس ثم إن تكامل 2 إكس بديكس طبعا تعلمنا في المحاضرات السابقة إن الدالة عكس المشتقة للدالة 2 إكس إذا وجدنا في المحاضرة السابقة إنه إذا كان الـ f إكس هي 2 إكس فإن عكس المشتقة إلى أحد عكس المشتقات هي الدالة إكس تربيع إذا فإنها تساوي f كبيرة إكس لإكس تربيع زائد سابق هذا من جهة أولى لو جينا للحالة الثانية لأننا نتحقق من الشرط الثاني إذن مشتق تكامل إكس تربيع أننا دائما نجري العمليات الداخلية ونحن طالعين إلى الخارج فإن تكامل إكس تربيع حسب قاعدة القوة تكامل إكس أس 1 بدي إكس هي إكس أس 2 زائد 1 يعني تلاقي إكس أس 2 زائد 1 ثلاثة على 2 زائد 1 زائد ثابت التكامل الآن نجري عمية الاشتقاق أن مشتقة الإكس تكعيب على ثلاثة هي ثلاثة إكس تربيع لكن الثلاثة تختصر مع ثلاثة بيبقى معي إكس تربيع ومشتقة السابت هي عبارة عن صفر فبطلع معي إكس تربيع زائد صفر يساوي إلى الإكس تربيع إذن فعلا النظرية محققة من أجل الدالة أهمية هذه النظرية أن لها أهمية عندما سندرس بحث معادلات التفاضلية كذلك الأمر يمكن أن يأتي سؤال في الاختبارات دائما يأتي سؤال كمساعدة للطلاب يقول له دون إجراء المكاملة إحسب تكامل ساين تكعيب إكس على تنجنت إكس والكل فتحة بي دي إكس إن الجواب استنادا إلى هذه النظرية هو ساين تكعيب إكس على تنجنت إكس زائد سابت التكامل هذا كتطبيق على الحالة أو يأتي كتطبيق على الحالة الثانية إذا جاءنا سؤال وقال لي دون إجراء المكاملة إحسب تكامل سك أس خمسة عشر إكس بي دي إكس فإن هذا الجواب سيكون هو السك أس خمسة عشر إكس فمباشرة دون إجراء أي عملية للتكامل هذه من التطبيقات البسيطة على هذه النظرية الآن ننتقل إلى نظرية تتحدث عن خواص التكامل غير المحدد خواص التكامل غير المحدد فلو الخاصة الأولى في التكامل إن السابت يمكن إخراجه خارج رمز التكامل إذن هذه هي الخاصة الأولى السابت يمكن إخراجه خارج إشارة التكامل فالسي هنا هو عدد يمكن إخراج العدد خارج رمز التكامل كذلك الأمر الخواص إذا عندي مجموع دالتين وأردت أن أكامل المجموع فإن تكامل المجموع يساوي إلى مجموع التكاملات يمكن أن أوزع التكامل للأول وأوزع التكامل للثاني أيضا بالنسبة لعملية فرق دالتين فإذا عندي تكامل فرق دالتين فإنني يمكن أن أوزع التكامل للأولى فرق التكامل للثاني ملاحظة هامة هنا كثيرا من الطلاب يقع في لبس ضمن الخاصة الأولى فالخاصة الأولى تقول السابت يمكن إخراجه خارج رمز التكامل إذن من غير المسموح به إخراج المتغير X خارج علامة التكامل فعلى سبيل المثال إن تكامل X بي كوسين X بي دي X لا يساوي X بي كوسين ما يستسل الطالب ويخرج X هذا هذا متحول هنا خارج رمز إن الذي يخرج هو العدد السابت والذي يخرج خارج رمز التكامل كذلك الأمر من الملاحظات على التكامل إن قاعدت الضرب غير صحيحة بالنسبة للتكامل غير المحدد فعلى سبيل المثال تكامل مضروب دالتين لا يساوي إلى التكامل الأولى في الثانية زي التكامل الثانية في الأولى هذا الأمر في التكامل غير محقق وغير وارد أبدا إذن فقط الخواص سلاسة خواص إن خاص الأولى السابت يخرج خارج رمز التكامل تكامل مجموع يساوي مجموع التكاملات وتكامل فرق فرق التكاملات والسلام عليكم تكامل مجموع 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 تكامل م